اشتركوا في القناة صحة وسعادة واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة والله في الحقيقة هي الحلقة الاخيرة في الموسم الاول فحياكم الله معنا في هذه الحلقة من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للأعلام وعبر اذاعتكم المميزة دائما اذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء اليوم مستمعين بما ان هذه هي الحلقة الاخيرة في موسمنا الاول راح نتوقف بعد هذه الحلقة ونرجع لكم ان شاء الله مع تقريبا نهاية اغسطس يعني تاريخ 28 ثمانية ونرجع ونستكمل معاكم اولى حلقاتنا في الموسم الثاني لكن قلنا بما ان هذه الحلقة هي بتكون الحلقة الاخيرة في الموسم الاول فاليوم اللي بيطرش معنا اي مداخلة حول موضوعنا الرئيسي اللي هو موضوع التأمين الصحي اللي ما نستضيف من خلال هذا الموضوع للحديث عن هذا الموضوع بشكل اكثر الدكتور حيدر اليوسف مدير ادارة التمويل الصحي فعموما اللي بيشارك معنا اللي بيشارك معنا في حلقة اليوم بيدخل السحب سواء عبر الاتصال او من خلال الرسائل النصية فما عندي سؤال من خليها مفتوحة وعننا اليوم ثلاثة فايزين مفايز واحد ولا اثنين ثلاثة فايزين شو رأيكم بعد احسن منها الختام مافي فحياكم الله معنا ايضا بس ما ناخذكم في جولة سريعة على مهم الاخبار في الحقيقة يعني هو خبر ساعات العمل في مرافق هيئة الصحة في دبي اعلنت هيئة الصحة بدبي عن مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال عطلة عيد الفطر وحدد قطاع خدمات الرعاية الصحية الاولية ساعات العمل بمركزي البرشة وند الحمر على مدار الساعة خلال العطلة بينما سيتم اغلاق جميع مراكز الرعاية الصحية الاولية خلال الفترة من الثالث وحتى الثامن من شهر يوليو المقبل باستثناء مركز اللي يسير الصحي اللي سيعمل يومي الثالث والرابع من يوليو من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا وسوف يكون مغلق خلال الفترة من الخامس وحتى ثامن من يوليو من جهتها اعلنت ادارة الطب الوقاية عن استمرار العمل في جميع فروعها من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا بينما اعلنت منطقة الشارق الطبية عن استقبال المراجعين في مراكز الطب الوقاية بالشارقة على النحو التالي مركز الأغبيبة يوم الأحد من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا ومن التاسعة صباحا حتى الواحدة صباحا ويكون يوم الأثنين من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا مركز الصناعية يومي الأحد والاثنين من الثامنة صباحا حتى الثالثة والنصف ظهرا مراكز الطب الوقائي التالية الذين كلب الخرفكان دب الحصن يومي الأحد والاثنين من التاسع صباحا حتى الثانية ظهرا وأكد أيضا الدكتور حسين عبد الرحمن الرند والوكيل المساعدة قطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقات المجتمع حرص الوزارة على توفير خدمات الفحص الطبي للعمالة في مراكز الطب الوقائي أيضا حدد قطاع خدمات المستشفيات ساعات العمل خلال العطلة في أخسام الطوارب المستشفيات هيئة الصحة على مدار الساعة بينما سيتم إغلاق العيادات التخصصية في كل مستشفيات الهيئة باستثناء العيادات الخارجية المستشفى حتى والتي ستعمل من الساعة السابعة والنص صباحا وحتى التاسع مساء وإيضا سوف تكون كل المراكز الخصصية تابعة للهيئة مغلقة وأعلنت إدارة خدمات اللعاق الطبيعي عن إغلاق جميع مراكزها باستثناء مركز المحيصن الذي سيعمل خلال الفترة من الثاني وحتى الرابع من يوليو من الثامن صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر ويغلق أبوابه خلال الخامس وحتى الثامن من يوليو على أن يستأنف الدوام في التاسع من يوليو إذن هذه هي الأوقات الدوام في المستشفى والمراكز الخاصة بهذه الصحة وإذن وزارة الصحة عموما نرجع لموضوعنا الرئيسي أتمنى يا شماعة الخير شغلتين بسيطات البث المباشر هذا البرنامج الجميل الذي يقدمه أبو عمر انتهى ونحن دخلنا برنامج صحة وسعادة فالمداخلات الله يخليكم على صحة وسعادة أيضا ما نوصل كذلك الله يخليكم على الساعة 11 لا ربع 11 لا ثلث برنامج مرهان بيبتدي 11 فبعد برنامج نشغال من 10 ليه 11 وموضوع له وايد مهم ويهمكم اللي عنده أي استفسارات أو أي مداخلات يبغي يسأل عنها دكتور حيدر يوسف ينضم لنا بعد الفاصل مثل ما قلناكم اليوم عندنا ثلاثة فايزين ما نختار ثلاثة فايزين اللي يطرش مسج عنده سؤال حق الدكتور واللي يبغي يصبح علينا واللي عنده مداخلة واللي عنده ملاحظة واللي عنده اقتراح أيضا ممكن نحن نستفيد منه لتطوير البرنامج فالمجال اليوم مفتوح جدامكم ما عندنا شيء اليوم غير أن نسولف عن موضوع التأمين وأننا نحن نبغي نخلي الحلقة شوي تكون خفيفة فاصل مستمعين الكرام وما نرجع لكم بس خلينا نذكركم بأرقام التواصل 600551414 ورسائل نصيعة رقب 4006 فاصل وما أرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم بكل خير مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعةكم المميزة إذاعة نور دبي قبل الفاصل قلناكم مستمعين أن موضوعنا اليوم موضوع التأمين الصحي هذا اللي ما نفتحه وكل واحد بيطرش أي سؤال ولا بيصبح علينا ولا بيقول أي شيء منزل فبيدخل معنا في السحب على ثلاث أجهزة أجهزة أسنان أجهزة أسنان لا كان فيه سؤال أجهزة أسنان عموما ثلاث أجهزة ذكية عادي في الصيام آخر يوم بعد في الدوام يعني عموما نرحب بضيفنا في الأستوديو الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التأمين الصحي حياك الله معنا الدكتور مرحباك كيف الحال خير طبعا هيئة الصحة بدبي سجلت أقبال لافت من قبل أفراد المجتمع على شراء باقات التأمين الصحي قبل انتهاء المدة المحددة للمرحلة الأخيرة لانضمام الأفراد إلى منظومة الضمان الصحي واللي تم تحديدها بيوم 30 يونيو يعني اليوم اليوم إن شاء الله اليوم آخر يوم نعم صحيح وما نبتدي عملية المخالفات على الشركات من باتشر طبعا بالنسبة للشركات دائما نراقب كيفية التزام الشركات يعني دائما حتى لو اللي تلاحظوا يمحمود في المراحل السابقة من تطبيق القانون المرحلة أولى والثانية ما كان في غرامة طبقت على الشركات بشكل مباشر لكن نقيم المرحلة ومن ثم إذا كان في عدد من الشركات مش ملتزم يبدأ تطبيق الغرامة فعادة نحن نقيم الوضع ومن ثم تبدأ الغرامة إذا كان في حاجة لذلك أما بالنسبة للأفراد مثل ما أعلنت الهيئة فما في غرامات إلى نهاية السنة الحقيقة الشي اللافت للانتباه اللي يمكن شدنا جدا وجود درجة عالية من الوعي ولاحظنا أن الناس يمكن بدت ما تربط ما بين الغرامة والتأمين يعني قبل كان يقولك أوكي ما بنسوي إلا لما يكون علينا غرامة فعلا فيه نسبة صغيرة من الناس تنتظر الغرامة لكن فيه عدد كبير جدا من الناس واعي بأهمية التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسرته بالنسبة للعاملين لديه وحاس أنها مسؤولية عليه في النهاية كرب عمل أو كرب أسرة وبالتالي فيه إقبال جيد الحقيقة على الحصول على باقات التأمين الصحي حتى بالنسبة لأفراد على الرغم من إعلان الهيئة إنه ما فيه غرامات إلى نهاية العام طيب دكتور أنا طبعا فيه مجموعة كبيرة من الأسئلة عبر الرسائل النصية نحن اليوم قلنا وعدناها من الموضوع مفتوح مرد على كل السفسارات الجماعة اللي عندنا هنا يعني فيه أول بعض التعليقات تطبيقين روعة كان عندنا تطبيقين روجلهم من حياتي وطفلي وغيرة من التطبيقات الهيئة طبعا كل عام ونته بخير لماذا التأمين الصحي لا يشمل الأسنان ممكن أعطانها معلومات أكثر عن تأمين كبار السن تمام أول شيء بالنسبة للأسنان طبعا نحن القانون قانون ضمان الصحي يحدد في القانون ما يسمى به الباقة الأساسية لضمان الصحي الباقة الأساسية تنظر إلى الاحتياجات الأساسية للفرد بحيث أنه ما يضطر أن يأخذ المبالغ من مأكلة من ملبسة من احتياجات الأساسية ويدفعها إلى الصحة وإلى العلاج وبالتالي الباقة الأساسية هي باقة حماية القانون يحدد الباقة الأساسية والباقة الأساسية من المهم جدا أنها تكون باقة مقبولة السعر يعني اليوم كثير من الأفراد يشترونها مثلا لعمالة المنازل أو لشركات الصغيرة أو للموظفين اللي يقل دخلهم عن 4000 درهم كل الفئات هاي صاحب العمل أو الكفيل محتاج إلى أنها تكون باقة سعرها منافس بالدرجة الأولى الكماليات الصحية والعلاج الأسناني يعتبر دائما من الكماليات الصحية الحقيقة متوفرة للباقات اللي يتغطي على هذه الأسنان بسعر أعلى شوي من الباقات الأساسية بالنسبة للأشخاص الراغبين في الحصول على هذه الباقات وهذا اختيار بالنهاية لسواء الشخص اللي يشتري الباقة أو الرب العمل أو حتى الشخص نفسه يروم أنه ياخذ الباقة هاي طيب دكتور ما ناخذ عيسى علي وبعدين ما نكمل معهم مجموعتهم السجاد تفضل عيسى ألو موجود عيسى معانا على الخطوة السلام عليكم يا هلا عيسى تفضل سيدي سرحت أخي أنا بغيت أكلم بالدكتور أساساً عندي رسل سألة بغيت أتفضل عنها فالله أنا عندي السؤال الأول أساس بخصوص الشركة البارحة كنت عندي ثلاث شركات وشيئة فأنا كلمتهم بخصوص التيمين الصحي أنه لا يتوون وهذا فقال نحن نتوهم بالموضوع هذا لأنه ما كان عندنا فضل شركاء اللي كانوا إياه في الشركة كانوا مسافرين والعمال ما كانوا يدرون بالموضوع هذا نحن صار لنا عيسى يعني نقولك في البرنامج عندي أنا مليون مرة تكلم في هذا الموضوع غير الإعلام وغير كذا وحتى في تواصل حتى في ما بين دكتور ما بين دارة الجنسية والإقامة في هذا الموضوع طيب هذا أي خبرة حين عنا السؤال الثاني السؤال الثاني بخصوص خدامة أنا عندي كان لدي خدامة السؤال ها ضرف خاص سويت كل الإجراءات بس التأمين الصحي الشيح اللي ما سويته اللي هو أساس أنه يعني سافرت عندي قبل السيار عندك كانت حالة توفاة وراحت فهذا في الحال كيف تكون عندي الوابع؟ طيب السؤال الثالث السؤال الثالث بخصوص عندي خدامة بعد بس بقلها في الإقامة شهرين والثاني عندها بقلها أربع شهور هل أنا لازم أسوينا ولا لازم أترين لي ما أتسوي الشيح أتسوي تجديد الإقامة وإقوة والتأمين صحيح أنت في الحالة الخدامة هاي اللي سافرت شو صار معها آخر شيء؟ لا لأن هناك تفرق عندي يطوي العمر لسبوع اللي طف هاي نزيل نزيل سولها تيفون من البلادها قالوا لها أنه عندها حالة خاصة عندها حتوفاة راحت الطريق الصيدة بترجعها يعني؟ لا ترجح لي بس أنه لازم يعني تعرف أنه عنده مدة شهر أو شهر شوي ويترجح أوك واضح حما قلت إجراءات الدفن وهذا واضح يا ريسي يزاك الله خير مشكور ناخب مكالمة ثانية على السريع منه؟ يوسف الجسمي يوسف فضل السلام عليكم يوسف اختصر لي على أساس نعطي مجال حق أكبر عدد من الأسئلة تفضلي سيدي إن شاء الله طويل عمر أنا حاليا عندي مكتب وعندي يعني السكرتيرا تواياي تحت التجربة يعني بعد ما أصلت ثلاثة شهور يعني أسوي لتأني صح يمكن ما تقعد الحرب ويمكن نسفرها يعني يمكن ما تصلح عدل عمل أوكي واضح هذا واحد اثنين ترى نحنا حين نجد أن تصبح من نسوي للبطائق يجبرونا نسوي لهم البطاقة الصحية ترى نسفر فيها مبالغة بدول 1500 درهم يعني فهاي كانت يعني لازم يكون فيه فترة مثل لنا لأساس أنه نقدر نسوي واضح واضح يوسف تامر تامر يسيدي دكتور نرجى حق عيسى باختصار نحاول ثلاث شركات بالنسبة للشركات طبعا مثل ما تفضلت خوي محمود احنا الاطار الزمني لتطبيق القانون اعلن من 2014 ويعني يتم التحدث عنها بشكل دوري وبشكل مستمر طبعا بالنسبة للشركة انا اقول لأخ عيسى ان يعني احنا يمكن الغرامات تبدأ بعدها بفترة قصيرة يعني على طول يحاول يبادر وانه ياخذ التأمين للشركة واجراءات التأمين بسيطة يعني لو اذا هي شركات صغيرة وعدد الموظفين فيها حتى لو كان عدد كبير يعني هو مجرد ان يوفر جميع بيانات الموظفين في نفس اليوم ممكن شركات التأمين اتأمن له ومجرد توفير بيانات الموظفين في يبادر ان شاء الله تعالى وياخذ التأمين للشركات لانه الزامي الزامي طبعا هذا ما في خيار اما بالنسبة للخدم مثل ما ذكرنا سابقا هو السؤال ورد كثير طبعا اذا عنده خدامة باجيلها شهرين او ثلاثة شهور او او اربع شهور هو اذا ما اخذ لها التأمين ما رح يكون عليه غرامة لكن في النهاية هو التزام عليه واذا مرضت الخدمة احتاجت عملية صار في مشكلة هو لا يزال مطالب يعني اليوم فرضا الخدمة اللي باجي في فيزة شهرين يقول ما اخذ لها التأمين الحين ما رح يكون عليه غرامة تأخير لكن لو لا سمح الله مرضت الخدمة ودشهت المستشفى ومحتاجة اي نوع من انواع العلاج فهو بيكون في الحالة هاي مسؤول عن المبلغ كامل وبالتالي حتى لو امن لها بعد شهرين يرمي حول الباقع الخدمة اللي بيبها او اذا جدد لها الفيزة فخلاص يعني قانونا انت عليك التزام انك تتعالجها فادفع ما بين 550 الين 600 او 700 درهم ولا ادفع لي ممكن علاج 15 الف يوصل 30 الف صحيح هذا اختيار له فهذا موجود عندك وبعدين هذا بيكون اجباري بعد انتهاء المدة يعني مع 2017 اجباري بيكون مربوط بالفيزة ومربوط بالاجراءات وبيكون في غرامة تأخير يوسف سهل عن سكرتيرته فترة التجربة طبعا بالنسبة للشركات هي 6 شهر وليست 3 شهر وهي بروبيشن بيريد بالنسبة لأي موظف يدخل او يشتغل في اي شركة يديدة كذلك دام انه شركة فدائما التأمين بالنسبة للشركات يكون على اساس البروراتة يعني انت اليوم مثلا عندك في الوقت الحالي فلنفرض 10 موظفين يتبعد شهر واحد طلع الدخل او اثنين فهي العملية الدخول والخروج هي عملية متواصلة والتأمين الصحي يعدل حسب الدخول والخروج اللي يطلع بيتوقف تأمينه دخل حد مكانه بيبدأ تأمينه وهذا شيء مستمر بالنسبة للشركات مع شركة التأمين يعني سواء كملت ما كملت يغيرها طلع غيرها هاي اشياء عادية في الشركات تحصلها بشكل يومي او شهري حسب حجم الشركة هو يقول يعني يطلعون بطاقات ووزارة الصحة وكذا بطاقة العلاج اللي يتكلم عنها الاخ هي بطاقة خصم من هيئة الصحة او وزارة الصحة تعطي حاملها خصومات على العلاج في هذه المرافق اولا البطاقات هاي ليست اجبارية الشيء الثاني البطاقات هاي ليست تأمين صحي يعني لو فرضنا هون مثلا زيارة الطبيب فلنفرض 200 درهم بيعطونا اياها بـ 150 لو مثلا العملية بـ 10.000 او 15.000 بيدفع نص الجيمة او 3.4 الجيمة فهي بطاقة خصم وليست بطاقة تأمين صحي وما تحميه يعني لو انت محتاج عملية كبيرة لا يزال مبلغ كبير من المال فجأة هو محتاج انه يدفعها وبالتالي هاي بطاقات اختيارية توفر خصومات للاشخاص الراغبين في شراءها ولكن ليست تأمين صحي وليست الزامية طيب السلام عليكم هل موظف طيران الامارات المواطن يلزم بتأمين لزوجته وعياله خاصة انه عندهم بطاقة صحية لهاية الصحة في دبي والبطاقة الصحية لوزارة الصحة يعني مو محتاجين تأمين اضافي طيران الامارات يوفر تأمين الصحي لموظفينه ولعائلات حسب علمي وبالتالي هم متوافقين مع القانون فمثل ما ذكرنا هو بالنسبة للمواطن يعني عموما باقات المواطنين كلها مقدمة من الحكومة فالمواطن مثل باقة سعادة او عناية او غيرها اصلا ما يدفع اي مبالغ للحصول عليها اما اذا كان صاحب العمل موفر للتأمين وانه طير الامارات عندهم باقة لجميع موظفينهم فهو اردي متوافق مع القانون اصلا سؤال خارج الموضوع سؤال هي هي الصحة في اختلاف المعايير بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الصحة فالقطاع الخاص تخلص فحوصاتي بيوم واحد في حين الحكومي لازم تزورهم ستة لسبع مرات وكأنك متفرغ لهم وما عندك شغل غيرهم ناهيك على مواعيدهم المتباعدة وهذا نلاحظه في جرحات السمنة وعلاجات الاسلام بمحمد بمحمد يعني انا باتصل فيك عقب البرنامج وبخلي الجماعة يتصلون فيك تاخدين الكلام وبغي يعرف شو الحالات اللي مار فيها لكن الكلام ما اعتقد يعني دقيق مئة في المئة انا قريت المسج اللي انت اضطرشته من باب الامانة الالامية جزاكم الله خير السفات مع البرنامج ودمته بصحة سعادة سلام هل يوجد تأمين صحي حكومي جديد في الشارقة؟ محمد أحمد عثمان عندك فكرة دكتور؟ ما عندي فكرة اللي يعرف ان بالنسبة للشارجة بالنسبة من موظفين حكومة الشارجة سواء مواطنين اغير مواطنين توفر حكومة الشارجة التأمين الصحي بس بالنسبة للأفراد ما عرف في الوقت الحالي في عنا مداخلات؟ طيب السلام عليكم هل يوجد تأمين صحي؟ هذا قرينا ليش في بعض التأمينات الصحية الخاصة لها فئات الصحة للجميع؟ القانون يضمن التغطية الأساسية للجميع ويشطرت على صاحب العمل انه يوفر التغطية الأساسية سواء لمدير الشركة او لأصغر عامل في الشركة اختيار الشركة انها توفر اي مزايا اضافية فوق التغطية المقرة في القانون هذا اختيار راجع للشركة واحيانا هي تحاول تدب الفئات الاعلى وظيفيا بتوفير مزايا اعلى وهذا اختيار لرب لكن القانون ساوى ما بين الجميع في التغطية الأساسية جميل لو سمحت تأمين صحي اختياري طبعا تأمين صحي اجباري بالنسبة للجميع المواطنين توفر الحكومة بالنسبة للمقيمين المسؤولية لصاحب العمل ومن ليس لديه صاحب العمل تكون المسؤولية على الكفيل طيب سؤال عن التأمين الصحي ومعرفة أسماء الشركات التي تمنح التأمين الصحي وخصوصا للأولاد البالغين فوقه 18 عاما والمعتمدة في إمارة دبي دكتور عسري نعم فيه 48 شركة مرخصة لتقديم التأمين الصحي في إمارة دبي منها 9 شركات تختص بتقديم التأمين لفئة العمالة اللي هم الأشخاص اللي يقل دخلهم عن 4000 درهم موجودة على الموقع الإلكتروني لضمان الصحي اللي هو اسعاد.ae isahd.ae تضغط على الزر اللي هو الشركات المرخص لها من قبل هيئة الصحة في دبي وتعندك لستة الشركات كلها مع أرقام التواصل معهم جميل أنا أخذ زينب ونطلع فاصل دكتور ونرجع من استكمل تفضلي زينب السعرينيكم اختصريني زينب عشان هتفاصل تفضلي بس أنا قبل شهر قرشت السؤال عساس أننا زوجي يشتغل طيران إمارات لكن القصد كان أننا التأمين اللي يسويه حق زوجتي وعيالي لازم ندفع بيزات عليهم شهريا قصد شهري تدفعون فوقت حق طيران إمارات حق طيران إمارات حق التأمين يعني اللي هو حق زوجتي وعيالي وأنا أحسني يعني ما محتاجين أننا ندفع مبلغ حق تأمين وإحنا عندنا يعني بطاقة هي الصحة حق تبيني ما شاء الله يعني 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 ما مقفرين للحكومة وعني روز بطاقة وزارة الصحة وهي يعتبر تأمين شامل يعني غطي مثل ما أنا أنا ما فهمت أنت تدفعين حق طيران الإمارات عشان تأخذين تأمين صحي صح بس حق زودي مجانا طبعاً لأنه يداوم عندهم لكن بالنسبة لأولاد أو لي أنا كزوجتي لابد من نسفع رسوم شهري أوكي تسمعين لي جاء الله إن شاء الله مثل ما ذكرت سابقاً البطاقات هذه هي بطاقات خصم وليست بطاقات علاج مجاني يعني البطاقة هذه ما تعطي الشخص العلاج المجاني إذا هم كانوا مواطنين فبالنسبة للزوجة والأبناء يمكنهم الحصول على باقة سعادة بالنسبة للمواطنين إذا كانوا غير مواطنين ففي الحالة مثل ما ذكرنا من القانون يقول أن مسؤولية صاحب العمل هي توفير التأمين للموظف نفسه إذا لم يوفر صاحب العمل التأمين لأفراد أسرة الموظف فهي مسؤولية تقع على الموظف لشراء التأمين الصحي وبالتالي أنا أعتقد يمكن اللي هي تذكرها نحن بالنسبة لطيران إمارات يوفرون باقات تأمين لأفراد الأسرة حسب طبعاً حسب الدرجة الوظيفية في بعض الدرجات الوظيفية يوفرون باقة التأمين لأفراد الأسرة بأسعار مخفضة وبالتالي ممكن أنهم يستفيدون من الباقة هاي ويحصلون عليها طيب نحن نطلع فاصل ووائد أسئلة ما شاء الله ومداخلات عندنا قلل من فترة الفاصل يلا فاصل ومرجع لكم صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرتين أخرى مستمعين الكرام وموصلي معاكم برنامج صحة وسعادة وقلنا اليوم منوزع ثلاث أجهزة أجهزة ذكية مقدمة من إدارة تقنية المعلومات في هيئة صاحب يدوي طبعا موضوعنا عن التأمين الصحي في وائد أسئلة واستفسارات ما نأخذ مداخلات سريعة عبر الهاتف وما نرجع حق المسجات تفضل من معايا خالد خالد فضل يا هلا خالد خالد اختصر لي الله يخليك الله يسلمك بالنسبة للأمراض الوراثية مثل التواحد أو أي أمراض غرافية أخرى أو الأمراض الجينية هاي يعني شو وضعها في القانون لذلك أن هاي الأمراض يعني مكلفة ومش هي شركة تأمير تغطيها يعني تسمع الإجاب إن شاء الله شكرا شكرا بارك الله جزاك الله خير من عنا بعد قب خالد مريم تفضلي مريم سلام عليكم يا هلاختي مبارك عليكم الشهر أهلا هلاختي تفضلي وشكرا على هالبرنامج الخلوص لا عفو تفضلي ستي أخوي بغيت أسألك عن التأمين في بعض الشركات مثل شركة الطيران الإمارات عندهم تأمين صحيح لكن الموظف يوم بيصير مثلا بيتعالج يقولوله ادفع أنت اللي عليك وعقب نحن بنتفع لك في بعض الموظفي ما يصيرون ما يصيرون ما فهمت يعني يعني شركات التأمين يعني يدفعون وما يراجعون الشركة طيب أنا ما أدري عنه دكتور يعني بس إذا هذا السيستم موجود عنده وما يبغي يصير ياخذ فلوس من الشركة ما أدري بس أنا لعرفة على حسب القانون دكتور يفترض أن كل جهة عمل توفر التأمين الصحي لموظفينها هذا التزام على كل الشركات سواء حكومية ولا خاصة صحيح وطيران الإمارات عندهم حوالي يعني عدد المشمولين ببرنامج معدد كبير جدا من البرامج المسجلة عندنا وموفرة لهم التأمين بالنسبة وطبعا تختلف باختلاف الفئة يعني الفجاة الوظيفية الأعلى يوفرون لأفراد الأسوال سؤال ثاني مريم راح يا هلا يا هلا من عقوب مريم عندنا محمد حمد تفضل يا حمد سلام عليكم يا هلا سلام عليكم يا هلا يا هلا يا هلا تفضل سلام عليكم يوم يروح الصيد اللي يجب يتفع يوم يتخل الفحص لازم يتفع هذا بالنسبة لبوظبي ضمان بطاقة ضمان ما تبوظ نعم طيب تسمع الإجابة حمد الله يزارك في بعض مداخرة خلص خلونا نوقف دكتور حمد خرد علي ما أنا آخر متصل نعم بالنسبة للي ذكر لك حمد طبعا أي باقة سواء أساسية أو أي باقة تأمين فيها ما يسمى بنسبة مشاركة أو نسبة اقتطاع بعض الباقات فيها نسبة مبلغ ثابت يعني يدفع حوالي 20 درهم أو 15 درهم اقتطاع عند كل خدمة وهذا متعارف عليه في التأمين الصحي هذا بالنسبة للباقة الأساسية في إمارة بوظبي طبعا بالنسبة للباقة الأساسية في إمارة بي كذلك في نسبة اقتطاع هي نسبة 20% من تكلفة العلاج وبالتالي إذا كان عادة بالنسبة للفئة هي تكون زيارة الطبيب فلنفرض مثلا 40 درهم فيدفع نسبة اقتطاع 8 درهم مثلا اللي هي 20% من 40 درهم إذا خدوا بـ 50 بيدفع 10 ففي نسبة اقتطاع دائما من الشخص نفس للعلاج وهذا شيء متعارف عليه في شركة خالد كان يتحدث عن المراض الوراثية والجينية طبعا خالد ذكر أول شيء توحد من الإعاقات وليس من الأمراض وهناك فرق ما بين الاعتلاد أو الإعاقة والمرض لكن التأمين الصحي بالنسبة للأفراد الدول الإعاقة يغطي الاحتياجات الصحية الأساسية يعني لو كان الطفل مصاب بالتواحد يغطي للعلاج الطبيعي يعني مثلا أو العلاج العادي مثلا لو كان فيه زجام لكن لو كان فيه علاجات خاصة بالتواحد هي إضافية على التأمين المغطاء بالتأمين طبعا لما نتكلم عن هذا نتكلم عن باقات التأمين الموجودة في السوق في القطاع الخاص بينها وباقات تأمين المواطنين عادة تشمل مجموعة أكبر من الأمراض والعلاج جميل نحن مناخذ المسجات دكتور عسريع ومارد عليهم إن شاء الله أول مسج عندنا سامعكم ممكن نضيف باقة الأسناء مع التأمين المقدمة من الشركة التي أعمل فيها ممكن الشركة يضيفها وممكن الشخص يضيفها بالنسبة للحالتين ممكن طيب واحد يقول إذا عندنا ثلاث خدامات كم التأمين يعني أقل باقة موجودة في السوق بحدود 550 600 650 يعني أقل من 2000 طيب السلام عليكم عندي استفسار أنا أعمل في شركة وعندي تأمين وفي شخص آخر عنده تأمين من شركة تأمين أخرى كيف الوضع مع شركتنا ما فهمت السؤال يعني هو ثنين موظفين في الشركة كل واحد عنده تأمين من مكان ما في مشكلة ما في مشكلة ما في مشكلة إن شاء الله هل صحيح أن الخدم للحين ما يشملهم القرار يشملهم القرار من ناحية فترة التطبيق لكن ما في غرامات إلى نهاية العام صبحكم ونحاول دايما نذكر الأخوان ما يربطون ما بين الغرامة وما بين فترة التنفيذ القالية لأن الموضوع لمصلحتهم بالتأكيد الباقات الأساسية الأقل تكلفة للشركات لا تخدم العامل أو الموظف لأنها حصر على مراكز ذات خدمات محدودة الحقيقة هذا مش صحيح التغطية هي تغطي جميع الاحتياجات الأساسية الشبكة كذلك نتأكد نحن كهيئة الصحة من جميع شبكات مقدمية الخدمات أنها مغطاة في جميع أنحاء الإمارة تشمل جميع التخصصات الطبية تشمل المستشفيات والعيادات وبالتالي تغطي كل الاحتياجات الأساسية للأفراد الباقات الأساسية الأقل تكلف للشركات هذه ذكرناها هل بضرورة أن تكون أقل سعر للباقة أقل جودة بالخدمات ما في علاقة مباشرة أو ما في علاقة أنها أقل جودة بأي شكل من الأشكال وإنما تعرفت كل مستشفى لما يعمل البزنس بلان ماله يقرر أي فئة هو حاب يخدمها الحاب يعمل خدمات فندقية وفالي باركين وغرف خاصة ولقجري فهنا يمكن الفرق يكون في الخدمات الإضافية والكماليات مش الخدمات الصحية بينما كعلاج صحي هنا نتوقع مستوى ثابت من العلاج في إمارة دبي وجميع المرافق المرخصة في إمارة دبي من قبل إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة الأخوان طبعا ممقصرين وعملين كوليتي كونترون وعملين آلية واضحة للتأكد من جودة الخدمات الصحية في إمارة دبي عمري 63 وين فيني أعمل تأمين صحي وماذا يشمل وحالة المادية لا تسمح مع العلم أنه معي يسكر وضغط إذن الأبدى بالنسبة له سمح الله يحتاج إلى علاج وإذا عنده سكر وضغط وردي العلاج بالنسبة له مكلف وبالتالي باقات كبار السن المتوفرة أو باقات اللي هم أكثر من 60 سنة ما نقول كبار السن شباب شباب القلب على قولة إن شاء الله تعالى في باقات متوفرة اليوم للأفراد اللي يزيد عمرهم عن 60 سنة توفر لهم العلاج الصحي الأساسي بباقة جدا منافسة تبدأ أسعارها من 2500 درهم للشخص في السنة وبالتالي مهم جدا بالنسبة له إنه ياخذ التأمين ويحمي نفسه من تكلفة العلاج اللي هي بالتأكيد أكثر من تكلفة التأمين طيب دكتور فيه واحد أسألة مهمة بس خلنا أخذ كم مداخلة عندنا واحدة أنزح خلنا أخذها على طول من معنا عصام تفضل عصام السلام عليكم يا هلا كيف الحال إن شاء الله الله يسأل لمك عصام ديش في الموضوع على طول واختصر لي أنا ما عندي وقت أنا بعدت الرسالة أنه أنا عندي تأمين في شركة وفي واحدتان عنده تأمين هل إحنا ملزمين نعمل تأمين تارت باسم الشركة ولا كفاية علينا إذا عندكم تأمين وإذا أنتم راضين فيه ففي الحالة هاي صاحب العمل مش لازم يوفر لكم التأمين لكن إذا انتهت تأمينك وحاب أنك ترجع لتأمين صاحب العمل فهو مطلوب منه لكن دام أن أنت عندك تأمين فما في داعي للازدواجية شكرا يا عصام طيب للشركة نحن نلفق الأوراق تبعنا للإقامة أو كيف؟ لما الشركة تقدم على تجديد الإقامة من ضمن الأوراق التي تقدمها إيش هات التأمين الصحي شكرا يا عصام شكرا سامحني بسأل أنه عندي وايد رسائل دكتور ممكن نضيف باقة الأسنان مع التأمين ومقدم من الشركة التي أعمل فيها ممكن يطلب من صاحب العمل أنه يأخذ إضافة الأسنان وهو يدفع الفرق أو صاحب العمل هل يوجد عقوبة على من يميز بين موظف وآخر بامتيازات التأمين؟ التأمين القانون يلزم صاحب العمل بتوفير الباقة الأساسية اليوم ما في باقة تنبع في إمارة دبي مش متوافقة مع القانون وبالتالي ما يقدر هو يميز في تأمين الصحي أما إذا حب أنه يعطي زيادة لموظف رتبة أعلى أو حتى له نفس الرتبة هذا اختيار صاحب العمل لا يجب مستخدم ما فهمت وين أقدم وشو المطلوب في عنا 48 شركة مرخصة مثل ما ذكرنا موجودين على الموقع الإلكتروني كيف أقدر أعمل التأمين صحي للخدم أو وين أقدر أعمل التأمين هذا نفس الشيء في عنا طبعا اللي هو في مراقف هيئة الصحة في عنا فريق شركات التأمين متواجد في جميع المرافق ذكرنا الإطار الزمني والخطة الزمني أعتقد بعد العيد طبعا اليوم يتهيئلي موجودينهم في مستشفى راشد وبعدين من بعد العيد من تاريخ هداعش إن شاء الله تعالى أظن في مركز ند الحمر وأعلننا وأعتقد على كل السوشال ميديا للهيئة البرنامج زوجة المواطن هل يشملها سعادة؟ نعم صباح النور سوف نفتقد البرنامج خلال شهرين والله نحن لما نفتقدكم هل تأمين صحي إجباري إجباري بالنسبة الأياد العاملة نعم أنا مصاب بالتهاب على أن نوع من الأوراض الجلدية التي تجعل الجلد لثا يتقشر هل يكون علاجي في قسم الأسنان أم من الجلدية وهل يغلط التأمين الصحي؟ إذا هو علاج طبي غير تجميلي فبالتأكيد مغطى أما يمكن السؤال الأول أفضل للاختصاصيين يردون عليه حسب الله السلام عليكم نحن مفتشين المواقف هيئة الصحة في هيئة الطرق التأمين اللي عندنا 500 درهم للنظارات الطبية فقط ونحن دوامنا في الميدان ونحتاج لنظارات شمسية تكملنا يرجع هيئة الطرق والمواصلات بضبط التطبيقات مفيدة شكرا كيف أصحاب المراسيم يحصلون على التأمين الصحي وأي تأمين يشملهم؟ طبعا هذا من المواضيع المراحل المستقبلية للتأمين الحكومة إن شاء الله شكرا على البرنامج كل عامة أنت بخير ممكن إعادة السؤال ليس عن سؤال أنت بس ده شيء تسحب معانا تلقائيا راتبي 5000 كاتب خمس ست آلاف بالأرقام وألف حاط كم سعر أقل باقة علما أن عائلتي من أربع شخص أربع شخصين يعني ممكن يحصل بحدود الستمئة وخمسين وطالع من وحدة من التسع شركات التي تقدم الباقة الأساسية للزوجة والأبناء لاحظوا أن الباقة الأساسية تخص مستشفى واثنين ليس فيها نظام يعني النوم الرقود من جرد عيادات فكيف ستغطي تغطي الدخول إلى المستشفى بشكل كامل والحد 150 ألف درام سنوية موظف راتبية 4000 وعندي جلطة بساقي وكسر سابق بنفس الساق هل تأمين يغطي مع العلم أن صاحب الشركة رافض يعمل تأمين للموظفين صاحب الشركة مساءل قانونا في الموضوع هذا ويجب أن يعمل تأمين للوظفين يخبرنا بيانات الشركة ونحن كذلك تم التواصل معها إن شاء الله جميل نحن بعد أن نعطيك هل منها فوات بهذا القانون هل من تحسينات قادمة على هذا القانون والله هو عملية التطوير هي عملية مستمرة بالنسبة لنا بالتأكيد نتعلم من جميع الأمور اللي يتعدي علينا ونحاول نطور بشكل مستمر عشان نكون عند حسن ظن المستفيدين من الصحة من تأمين الصحي في إمارة الدبي بالتأكيد إن شاء الله السلام عليكم ما هو الحد الأعلى للتأمين الصحي للعمال للعلاج حد الأعلى اللي هو المبلغ السنوي لهم 150 ألف درهم في السنة بالنسبة للباقة الأساسية صبحكم الله بالخير لا يوجد سواء لتمنى الربح إن شاء الله يا رب نتمنى الربح للجميع دكتور يعني أول مستنى حاولت أقرأ كل المسيجات إن شاء الله ما طوفت شيء إن شاء الله يا رب طيب في عنا مداخلات طيب دكتور بالنسبة للشركات شو ممكن نقولهم وبالنسبة للموظفين اللي شركاتهم ما أمنوا لهم أو ما أعطهم تأمين صحي لأن حينها شو المفوض بالنسبة للموظفين طبعا أنا نطلب منهم إنبهون شركاتهم إلى أنهم مخالفين للقانون وبالتالي يجب عليهم توفير تأمين صحي للموظفيهم في حالة لم يستجيب صاحب العمل يمكن التواصل مع الهيئة من خلال موقع الشكاوي اللي هو i-promise مجرد يدخل على جوجل ويحط i-promise i-p-r-o-m-e-s بيطلع إلى على طول موقع الهيئة وكذلك من الموقع الرسمي الهيئة يمكن الوصول إلى صفحة الشكاوي وإدراج شكوى وإحنا رح يتم البرنامج فريق البرنامج رح يتواصل مع الشركة وكذلك وينبهها للعملية مع تطور يمكن الموضوع وأن عدم التزام صاحب العمل يكون هو طبعا مسؤول عن التأخير ممكن يكون فيه غرامات تأخير وكذلك فيه ربط نعم بالتأكيد وفيه كذلك ربط مع الإقامة وشؤون الأجانب وبالتالي ما رح يقدر يعمل الإقامات اللي نذكر الناس فيه أنه اليوم إذا الشرى باقة أساسية للعامل تبدأ من 550 درهم للشخص في السنة يوفر على نفسه غرامة 500 درهم في الشهر وبالتالي أفضل له أنه يشتري التأمين ويوفر غرامة أكبر بكثير وفي نفس الوقت يحمي أعماله وموظفينه وإن شاء الله تعالى زوج المواطنة وأبناءها هل يشملوا مساعدة؟ جاوبنا على هذا الموضوع يشملهم طبعا زوج المواطنة وأبناءها بالنسبة للمرحلة القادمة إن شاء الله تعالى بعد ما يشملهم زوجة المواطنة في الوقت الحالي مشمولة زوج المواطنة إن شاء الله في المرحلة القادمة طيب نشكركم على برنامج مميز ونتمنى توفيق لكم الساهم لإنجاحه شو سؤال المسابقة ما عنا مسابقة نحن اليوم أنت بمجرد هذه الرسالة دشيت معانا السحب طيب تعطونا أسماء الفايزين هاتي المداخلة خلينا أخذها لماذا تعطونا أسماء الفايزين ألو 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 مرحبكم تعرف عليك وسؤالك محمد عيسى أخويت استفسر من الدكتور عند الوالد سوي زراعة كله ومن فائد الوافدين يعني اللي يشملها التأمين كيف نظام التأمين حاجها بالنسبة يعني يشمل علاج زراعة الكره ولا لا إذا كانت أول مرة تشتري التأمين فلمدة ستة شهور الأولى الحالات السابقة على التأمين ما رح تكون مغطة بعد ستة شهور الأولى الحالات السابقة على التأمين يتم تغطيتها من خلال الباقة هذه وتحصل على علاجها للأمراض السابقة على التأمين كم يكون نسبة هذا العلاج فيها للجراعة العلاج أي نسبة مشاركة بالنسبة للباقة الأساسية طبعا في باقات أخرى تختلف ممكن النسب تكون فيها أقل لكن بالنسبة للباقة الأساسية نسبة المشاركة هي 20% شكرا لك محمد شكرا عزيزي طيب عطونا أسماء الفايزين معنا مريم سالم الطنيجي من المداخلات التلفونية عيسى إليفاز طيب وأيضا أمل محمد حسن أمل محمد حسن طيب أسامي الفايزين عيسى عيدي هذا اللي اختاره يعني بالقراءة ما بين أسماء المداخلات اللي اتصلوا فينا وعن طريق الرسالة النصية في عندنا أمل محمد حسن ومريم سالم الطنيجي ألف مبروك لكم بيتواصلوا معاكم الأخوان في الكنترول دكتور والله الحلقة دائما تمر معاك بسرعة البرق شكورين يعطيك العافية كلمة أخيرة تبغي تقولها دكتور النبه الجميع إلى أهمية التأمين الصحي للحفاظ على صحة الأفراد على صحة أفراد أسرهم موظفينهم عمالهم الباقات هذه لحماية الموظف والعامل وفي نفس الوقت صاحب العمل أو الكفيل وبالتالي نتمنى من اللي ما أخذ التأمين أنه يبادر ويأخذ التأمين للأفراد المسؤول عنهم ويحميهم ويحمي نفسه ونتمنى لجميع الصحة والسعادة دائما إن شاء الله تعالى وكل عام أنتم بخير بحلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك إن شاء الله وأنتم بصحة وسلامة يا دكتور رزاك الله خير وأيضا مستمعين أنا في هذه الحلقة بغي توجه حقيقة بالشكر الجزيل لكم أنتم مستمعين على إنجاحكم لهذا البرنامج من خلال هذه المداخلات اللي قدمتوها أيضا خلال هذا الموسم مروا علينا عدد من المخرجين يعني اللي أقدم لهم التحية كذلك بالإضافة لمخرجتنا ميثة بن بياد كان معانا عيسى سبيل وكان معانا نمر محمد أيضا حسين لنصاري كم حلقة فكل الشكر لهم وأيضا مستمعين نحن إن شاء الله يعني خلال هذه الفترة ما نوقف لكن أرجع لكم إن شاء الله بأفكار جديدة فكل التوفيق لكم وما عارش أقول لكم يعني آخر حلقة لكن الواحد لا لا ما بصيح لاتحاتين عموما نقول لكم كل عام وانتو بخير مقدما تقبل الله طاعتكم وإن شاء الله يعني تكون أيامكم كلها صحة وسعادة وهذه تحياتي محددكم محمود يوسف العلي ونقول لكم لين ما نرجع دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي